نروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح قبل بداية المباراة ونتعرف منه على آخر الأجواء فضل يا فاروق كل التحية لك كابتن عامل وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة وتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من جديد ليعود النادي الأهلي للأجواء المحلية وبطولة الدوري المصري الممتاز والمباراة المؤجلة ضمن فعاليات الجولة السابعة بملاقات فريق فيوتر طبعا النادي الأهلي صفحة الانتصار الأخير والتتويج بطلا لكأس السوبر الأفريقى الحساب نادي الرجاء المغربي بيلفوز برقلات الترجيع وخلاص دخل في الأجواء المحلية كان بالأمس المران الأخير لفريق النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة مطولة مع اللعبين لشارح إيجابيات وسلبيات مباراة الرجاء والتركيز على ختام هذه المرحلة بيلفوز على فريق فيوتر لتحقيق العلامة الكاملة في السبع لقات طبعا دي آخر مباراة في موسم أو في سنة 2021 إن شاء الله تكلل بالختام الختام يكلل بالانتصار إن شاء الله ويبقى ختم سنة 2021 إن شاء الله للنادي الأهلي بالانتصار على فريق فيوتر في هذا اللقاء وتبقى إن شاء الله بالسنة القادمة بإذن الله سنة 2022 كلها بطولات وانتصارات إن شاء الله لفريق النادي الأهلي يوم فريق النادل للنهاردة كابتن أيمن كان اللعبون تناول وجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية والنصف زهرا ثم المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعا خلال المحاضرة الفنية مستر بيتسو موسيماني تكلم مع اللعبين على التشكيل اللي يخوف به اللقاء وآخر تعليماته ليه اللعبين اللي واضح من الأمس في تركيزه على بعض الجمل الفنية والكرات الثابتة والأمور اللي حاول يشتغل عليها طبعا لضيق الوقت عاقب العودة من الدوحة والفوز على الرجاء المغرب. الوقت كان قصير طبعا فيه غيابات في فريق النادي الأهلي النهاردة بيغيب عمر السلاء اللي موجود النهاردة في فندق القامة بيساند وبيأذر اللعبين أيضا بيغيب محمود متولي وصلاح محسن وقهرام وليد سليمان وحسام حسن وآيمن أشرف ومحمد محمود مجموعة من الغيابات في فريق النادي الأهلي النهاردة. لكن إن شاء الله الحداشر لعب اللي يكونوا موجودين النهاردة في أرض الملعب إن شاء الله قادرين على تحقيق الانتصار للنادي الأهلي والفوز على فريق فيوتشر اللي بيقوده جهاز محترم هو بخادة الكابتن علي مهر. من المقرر أيضا كابتن أيمن النهاردة في هذا اللقاء أن فريق فيوتشر ويعني بعد التنسيم مع إدارة نادي فيوتشر واللعبين هيكون فيه ممر شرفي يقام لفريق النادي الأهلي المتوج ببطولة السوبر رقم 8 كاحتفال. ولفتة طيبة جدا من إدارة النادي فيوتشر لإستقبال أبطال أفريقيا وأبطال كأس السوبر النادي الأهلي. دي كانت كل الكواليس وكل الأخبار من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي قبل التحرك إلى مبارئة إلى ملعب السادي الأهلي ويقى السلام الله ستضيف أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح. يمكن طمننا شوية على الأجواء. طبعا في إجهاد وفي تعب ولكن احنا مقدرين كل ده ومستنين اللعيبة النهاردة إن شاء الله تدينا المكسب ولا غير المكسب بإذن الله رب العالمين